في الملف الاقتصادي جراءات حكومية لاستعادة مراكز الانزال السمكي من المتنفذين بفرض هيبة الدولة وعمال وموظف شركة النفط طالبون باستعادة منشأة كالتكس النفطية أما اللجنة العربية العليا للتقييز تعتمد 500 مواصفة قياسية عربية موحدة جولتنا الاقتصادية نستهلها بالشأن المحلي حيث أقر اجتماع المشترك لوزارة الزراعة والري والثروة السمكية وسلطة المحلية بمحافظة عدن تشكيل لجان المشتركة لتقييم أداء الجمعيات السمكية واستعادة مراكز الانزال من المتنفذين وفرض هيبة الدولة باعتبارها مراكز سيادية وتنظيم نشاط الأسواق المحلية وشدد الاجتماع على ضرورة تفعيل الرقابة عن الأسعار في مراكز الانزال والأسواق وفتح أسواق ونقاض جديد لبيع الأسماك مطابقة لمواصفات الجودة ومنع خروج أي أسماك ضزجة من داخل عدن وضبط أسواق التجزئة وإيطاحة الفرصة لتسويق الأسماك من قبل التجار المعتمدين وألزم الاجتماع بتوزيع نشرة الأسعار اليومية وضبط المخالفين ومراعاة أسعار التكرفة للصيادين والحفاظ على حقوقهم وصل عمال وموظف شركة النفط في عدن وقفات من احتجاجية المطالبة باستعادة منشأة كالتكس النفطية التابعة للشركة وأكد المحتجون بأن القضاء لا يزال يماطل بالفصل في القضية الجوهرية وهي بطلان عقد الإيجار وفسخه وعدم شرعية وقانونية التحكيم وعودة المنشأ لشركة النفط باعتبارها رافضا قوميا ووطنيا يخص الدولة وطالب المحتجون سردات القضاية بإنهاء التحكيم كون النزاع لا يزال قائما ولم يخرج بحلول منصفة وكانت المحكمة التجارية قاد تأجير النظر في القضية للمرة الثالثة إلى الرابع من مايو المقبل أقرى الاجتماع الثامن والخمسين للجنة العربية العلية للتقيس اعتماد أكثر من خمسمائة مواصفة قياسية عربية موحدة وشدد الاجتماع المنعقد في المغرب برئاسة بلادنا على تنفيذ القرارات المتعلقة بسلامة المنتجات وتعزيز التبادل التجاري وتقليل المخاطر والبنية التحتية والجودة وتوحيد نظم القياس والمعايرة وطرق الفحص والاختبار وكافة أنشطة التقيس بما يحقق المصالح العربية المشتركة وآخيرا ارتفع سأر الدولار الأمريكي على خلفية شراء الملاذ الآمن بعد أنهوت السنبان كريدي سويس بنسبة خسارة وصلت إلى أكثر من 30% وصدم خوف المستثمرين من احتمال اندلاع أزمة مصرفية عالمية وتدخل البنك المركز السويسري لإنقاذ بنك كريدي سويس بإقراض نحو 54 مليار دولار لتعزيز السورة لديه بعد انخفاض أسعار أسهمه بالإضافة إلى عروض أعادة شراء ديون بنحو 3 مليار دولار اشتركوا في القناة